وعايز أبدأ الحلقة النهاردة وأتكلم عن حاجة إيجابية جداً عايز أقول لحضراتكم أنه حضراتكم دايماً لما بتقفوا في ظهر أي حد كل الناس بتستجيب والناس المحترمة بس هي اللي بتستجيب لأنه الناس المحترمة ما بتحبش أن هي تخسر جمهور النادي الأهلي أو تخسر حد من محب النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي منظومة كبيرة جداً ومؤسسة محترمة جداً ومؤسسة بتدي الاحترام لكل الناس قبل نفسهم فمؤسسة النادي الأهلي دايماً هي اللي بتخلينا نبقى فخورين أن احنا بننتمي لهذا النادي وأهم ما يميز هذه المؤسسة هو جمهور الأهلي ليه أنا بقول الكلام ده أو ليه دايماً ببدأ بهذه المقدمة لأنه في البداية أنا حابب أن أشكر كابتن آيمن الرمادي كابتن آيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا هتقول لي يا عم إسلام أنت كنت من يومين مبارح أو الأول مبارح بتنتقد تصريحاته في حلقة أول مبارح أو مبارح هقول لحضرتك الحكاية حالاً ولكن كان يجب أن نبدأ أن من أي حد بيحب جمهور الأهلي بيخف على زعله نهاردة زميلي العزيز وصديقي الأستاذ محمد سعيد في برنامجه طبعاً الترند بعت لي النهاردة الصبح رسالة صوتية من الكابتن آيمن الرمادي كابتن آيمن الرمادي بعت رسالة لكابتن محمد سعيد زميلنا في قناة النادي الأهلي وقال له عندي رسالة عايزك توصلها لكابتن إسلام الشاطر عشان هو كابتن آيمن مش عارف يوصلها لي يمكن معهش رقم تليفوني أو حاجة على الرغم من أنه صديق عزيز جداً بيقول له أنا سمعت أن كابتن إسلام وجمهور الأهلي زعلانين مني ده طبعاً رداً على الانتقادات اللي حصلت مبارح وأول مبارح كابتن آيمن الرمادي قال في رسالته النهاردة الودية النقطة الأهم قال للأستاذ محمد سعيد أو لزميلنا محمد سعيد أن الأمر واضح جداً كل التقدير والاحترام للنادي الأهلي هي دي الرياضة هي دي شيء من الكبار هذا الرجل هو رجل كبير ومحترم كابتن آيمن الرمادي لم يكن موفقاً في تصريحاته وكان لازم أن احنا ننتقده ولكن باحترام وبأدب عمرنا مغلطنا في حد شان احنا عارفين أن احنا الحمد لله والشكر لله ورانا سبعين توانين تسعين مليون أهلاوي فكابتن آيمن الرمادي عشان رجل محترم لما أعرف أن احنا بننتقده عشان حاجة هو غلط هو قال مش أنا اللي قلت هو اللي قال أنه هو غلط على الفور الرجل اعتذر وأوضح الصورة كاملة وأكد على شيء هو ده اللي همني كإسلام بقى وكأحد محبي ومشجعي النادي الأهلي أكد على تقديره وحبه واحترامه وجمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو ده اللي همني أنا هنا شكرا يا كابتن آيمن حضرتك رجل محترم والكلام اللي حضرتك قلته ده بيزيد من احترامك مش بس كده الكابتن آيمن الرماضي طلق مع الزميل هاني حتحوت وأكد على هذا الكلام وقال أنه هو اعتذر لكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وأكد على احترامه للنادي الأهلي عشان يقفل هذا الموضوع وأنا من ناحيتي يا كابتن آيمن أنا بشكرك جدا على هذا التوضيح ورسالتك وصلت ويعني أنا سعيد بها جدا وكدت متأكد أن كابتن آيمن حيعمل كده لأنه كابتن آيمن أنا عشرته سنتين تلاتة تقريبا كنا محللين مع بعض في خناة النيل من 4-5 سنوات أو أكتر شوية فعشرت كابتن آيمن وعارف أنه رجل محترم وقلت أنه هو اللي حصل ده أكيد غزبا عنه أو من رفسته أو حاجة ولكن في النهاية الاعتذار هو شيما من شيماية الكبار شكرا كابتن آيمن كان لازم أبدأ بالحاجة الإيجابية وهو ده اللي يهمني زي ما قلت لحضراتكم أنه جمهور الأهلي يجب أن يتم احترامه من الجميع النادي الأهلي يجب أن يتم احترامه من الجميع مش عافية ولا لا ولكن لأن الناس كلها تعلم أن النادي الأهلي بيحترم كل الناس كل الناس وعمرنا حتى لو أي حد فينا انتقد لا ننتقد إلا بشكل محترم بشكل محترم طرق ترجمة نانسي قنقر